صح صح كنامك صح طب اعلان المجلس بانهما بيدي فرصة لمدرب لغاية مطش معين شايفو زي اكيد برضو المدرب بيوصله ايه طبع خلي بالك وبالذات البرتغاليين ده مدرب مفروض يعني عنده صيقة كبيرة بنفسه كمدرب كبير من مدربين كبير بص هي انا كان نفسي يقول انه هو اكمل لاخر الموسم حتى لو اتغلب المطش اللي جاي تقيله بقى ده بتاعتك يعني ده في الاخر ده قرار بتاع مجلس الادارة بس انت تيجو تتديله السابورت الجامد تقول ايه فريرا مكمل معايا الموسم مش هيمشي حتى لو خسرنا الدورة فريرا راجل هيكمل هيعمل كل حاجة احنا عندنا ثقة فيه جامدة جدا ده كنت انت هتبقى ده السابورت الجامد للمدير الفني واللعيبة اما انت تقول انه هو هيجي للمباراة الجاية دي انت بتحط ضغط جامد جدا عن عليه وعلى اللعيبة وبعدين انت برضو عنده المطش الجاي عنده رازل محلة يعني انا شايف على الكده ممكن يكسر بس انت متعرفش حالة اللعيبة انا بقولك اتفارو طب الناس بيقولوا ليه ما كانش بيش يعني كان الحال السنة فاتت لعبة صغيرة ما بقوش شاركوا ليه من وجهة نظرك يعني هل عشان صفقات الجديدة عايز يستفاد منه بالضبط هي دي المشكلة انت انت جبت صفقات والصفقات خلصت يعني انت جبت دونجا رؤى انت قاعدته في احسن حالاته احسن فترة الرؤى من ساعة ما جينا دي الزمالك السنة دي والسنة اللي فاتت يعني جيت لعبت عمر جابر ما كان سيد نمار وانت كنت بتلعب بطريقة يعني سيد نمار عنده حيوية لعيب كويس بيهاجم كويس ويرجع يدفع كويس عنده مهارة شوير عنده باور كده شوير افتقط طبعا ابو الفتوح بالك 3-4 مطشاط اصرف طبعا طبعا ابو الفتوح من اللعبة الكويسة جدا جدا يعني تمسك كورة لها تقلق بقدر يمسك كورة يقدر يعمل سروح يقدر يرعجول بيجيب جول لعيبك جامل طبعا بكلم على امام عصور بقاله فترة تركيزه بقى مركز شوية كده برة ومركز مع الجمهور ومحس ان فيها وقت كتيرة انا اعرف اللعبة كافة فاروق ان هو بيهجس او بيدحك عن ناسه كده او ما يبدأ يشوح ويبدأ يلوم زميله انا بالنسبة لنا كده يعني انا دايما كنت اي حد يجي يلوم يلوم اروح ايله كده بطل هكس وجنه ملكش داعه محد ركز مع نفسك انت وانا في الملعب تقعد تشوح وتيجي تقول للناس اجروا وعملوا وكلام ده ده بالنسبة لي انا حاجة صح صح بالنسبة لي يعني صح صح فانت يعني انا بقول لعيب شو اه بالضبط انا بقول لإمام ركز انت من احسن لعيبة نص ملعب في مصر ده بس هو مش بالكلام باللعب احنا قلنا عليك السنة اللي فاتت كده علشان انت كت راجل بتشو كويس بتجري كتير بتساعد زميلك بتضغط بتعمل كل حاجة كويس فعشان كده الناس كلها بدأت تقول امام ولازم يبقى موجود رقم واحد في المنتخب مصر طيب حسن خلينا اخذك بال